طلاب الصف العاشر يعطيكم الف عافية وارجعنا معاكم بحصة جديدة حصة حل تمارين من الوحدة الاولى ان شاء الله بهذا الفيديو راح نحل مجموعة تمارين ومجموعة معاني بإذن الله تعالى وبس نخلص هذا الفيديو راح نرجع لاول قطعة نية قصة يعني زي ما تقوله قطعة خفيفة لطيفة اه نشوف شو فيها معاني نشتغلها يعني حصتنا اليوم رواق وحلوة ويلا يا كبير تعال ننبسك بس دير بالك قبل ما لبلش بالحصة ايوا عمل لي سبسكرايب للقناة وعمل لي لايك وفولو على قناة عن انستجرام ومنشين للحصة وزبط لي الامور لا تنسى تبعتلي على رقمي على الواتساب يا جماعة الخير عشان نضيفك على اجروبات الطلاب العاشر الفاخنين اللي السنة الجاي ان شاء الله راح ندير بالنا عليكم لما تسير وجيل الفين وثمانية فهي الرقم عندكم سفر سبعة تمانية ستة خمسين ستين ستين عشان اضيفك على اجروبات واي اوراق عمل في كل وحدة بداية كل وحدة ببعتلكو اياه وهينا قاعدين بنزيدلكم في عدد الحصص عشان ندير بالنا عليكم وعشان امتحانات الشهر الاول يلا تعالوا نشوف شو قصة هالتامرين يلا يا كبيرز عقولة جنننا نادر فالكبيرز تعيتو هاي صار الترند اخونا بالله في الكبيرز تعيتو اشي كبيرز واشي كبيرزة اه خرب اللغة الانجليزية شطو بالدنيا المهم نجي على موضوعنا معطينا مجموعة من الكلمات هون انا كلمتك اه طبعا هاي الكلمات هي عبارة عن ادجكتفز هي عبارة عن صفات هي عبارة عن ادجكتفز شو ما انا ادجكتف صفات طب استاد احنا اه موضوع الصفات والاسم والفعل والقصص هاي هل انت راح تعملنا فيديو مثلا للاشتقاق طبعا باذن الله تعالى راح ينزل فيديو اشتقاق لكل الاجيال على قناتي على اليوتيوب بحيث يطالب عنده مشكلة باستخراج الاسم والفعل والصفة والحال راح نساعدكم بهي الامور في وقتها المناسب بس خلينا نقطع في المادة وما راح اقصر معاكم حتى بمهارتي التعبير راح يكون في فيديوهات لكل الاجيال بتخص كيف انا ممكن اكتب موضوع تعبير يعني راح ندير بالنا عليكم حبة حبة ما تخافوا وما راح اقصر معاكم تمام يلا تعالوا نشوف كلمة بمعنى قريب صفته انه قريب ش يعني قريب استاد والله انت قريب علي مثلا اها صفته انه قريب شاي خجول شاي معناها خجول يعني واحد رايح مثلا ايوه رايح رايح عنده سميها بالعامية رايح ايش يا رايح ايش يا ذاهب ايش يا اخه تمام اتقوينج بيرسون مثلا يعني رايح رسالة رايحة الاخره وفي بعض الاحيان ممكن يكون خطير حسب الصياق ومعتمد عليه يعتمد صفته انه يعتمد عليه فانت شخص يعتمد عليك لانك شخص فخم وتلنتد موهوب من تلنت عرب قوت تلنت العرب عندهم مواهب صح ولله كويس نيجو نشوف كيف ممكن احنا انحل هاي التمرين بشكل عام نقرأ الجملة ونشوف شو فيه مفاتيح ممكن نركن عليها يعني طلعوا اصدقاؤه طالعين يلعبوا كرات قدم طيب سامي اه منك يا سامي ايوه هارا سامي يا جماعة الخير شكلو نيرد كلهم بلعبوا طابع الا سامي قاعد بحلب الواجب حلو سامي is always when it comes to school لما يجي موضوع الدراسة والمدرسة الموضوع عند سامي عادي ولا جاد جدي اها راح اقول له سامي is always serious شو معنا serious يعني سامي انسان جاد لما يجي موضوع المدرسة والدراسة ما حدا يقرب عليه ما حدا يقرب على سامي فسيروا زي سامي يا جماعة الخير كويس تعالوا علي بعد هامزة اند عادل always tell each other هدولة التنين معلهم اها tell each other some of their secrets شو معنا secrets اسرار عندهم اسرار تمام they are very friends طب سوء الفني اثنين جاعدين كل شوية بتوتوتوتو اسمعت اقول لك سير بتدوش وشاك مش دوش وشاك تاع اذا هدولة الاصدقاء صفتهم هدولة الاصدقاء بدنا نعطيهم صفة بما انهم بحكوا اسرار بعض secrets هاي المفتاح اسرار بعض اذا هدولة الجماعة close they are very close friend هم اصدقاء قريبين من بعض لو مش قريبين ما بحكوش الاصرار لبعض يا السلام اللي بعدها شوفوا كيف المفاتيح كويسة ربطنا الموضوع في المدرسة ربطنا الموضوع في الاسرار يلا نيجي نشوف اللي بعدها فريق كرة السلق المفضل one فاز the final game today فاز بمباراة اليوم كويس the play really will they play بلعبوا بشكل كويس and they are very extremely سؤال فني لما انا الفريق تاعي هذا التيم فاز المباراة وانا بقول لك الجماعة هدول فريقي بلعبوا كويس اذا هذا الفريق اذا بقدر اوصفه لانهم لعيبه وفنانين اكيد مش راح اقول خجول ولا اقول هذا الفريق رايح انا رايح فين وانت رايح فين ولا حقول له هذا فريق قريب ولا يعتمد عليه ولا سيريس راح اقول له talented هذا الفريق موهوب لانهم لعيب الجماعة talented شو معنا talented extremely talented يعني هم موهبين بشكل شديد بشدة يعني لعيبه هدول فنانية يلا اللي بعدها في زي ما تقول طالبي جديدي اجت على المدرسة اجل الاستاذ قدمها للكلاس ميت لزملائها في الصف والله فلانة طالبي جديد يرحبوا فيها ويلا ويه واللي بلش يصفر واللي صار يخبط على دروج بتعرفوا الجوهات طالما دارس تمام البنت هنا وجهها قلبت زحبت البندورة قال لك شو فيه شو ما كوي جماعة الخيار طيب اذا شو ما لها البنت واضح انها شاي خجولة خجلتوها يا جماعة خلاص قال لكم رحبوا فيها اهلا وسهلا اهلين حافلة وزنبريطة في المدرسة ليش بس خلاص احنا منحب الجوهات تمام خمسة يستردي مام است ماي سيستر تو جيت سم في ناس بقرؤوها يا حبيبي خضروات قالت لها روحي اه احصلي على بعض من الخضروات تعرفوا لما الواحد يكون روح من المدرسة ياما خدي هاي ليرا جبيلنا خبز وخضرة وكذا ويعني في مكيبنا مننا جولي بعد المدرسة وحنا مروحيني كويس يلا رضا اهل رضا اهل رضا والدين رضا والدين جيبوها الاغراض روح وعرض لكم مش تتشكونوا بالموضوع يلا ماي سيستر ريميمبرد الذكرت تدو فهي اكيد مش نسيت هي الذكرت اذا شيء يعني لما تيجي عليك الحج وتقول لك دير بارك انا حطي طبخة على النار ساعتين زمن وقود فيها بعدين انت تصحى بعد اربع ساعات كيف بتصحى منهم ايه الطبخة انحارقت ايه اه اذا انت غير يعتمد عليك انت لا يعتمد عليك يا صديقي او تنسى مثلا المتور شغال او اه موزلطش هي بعد المدرسة تذكرت انه لازم يجيب خضروات ايوة اذا اذا هي بني ادم يعتمد عليها اذا بايش الكلمة لما اخترناها اوتقوين ياب الله التمرين حلو صح يلا خذ ليسكرينشوتاتك لانك طالب فخم ورائع جدا سكرينشوتاتك يلا طيب بحلو يعني الانجليزي استاذ احنا عشان نحل ننظرنا نترجم طب استاذ ابركن اجتني جملي في المنتهي ما لفت اترجم يا جماد خير طول ما انت حط في بالك ما بتعرف الترجم او ما رح تعرف الترجم ما رح تمشي الامور مرة ع مرة كلمة ع كلمة قاعدة ع قاعدة صفة ع صفة اسم ع اسم فعل ع فعل رح تحبوا الانجليزي انا بهمني في المقام الاول انه نحب المادة اذا حبناها وافهمنا طريقة التعامل معاها انت رح تستمتع في دراستها انا بديت تستمتع في الدراس كل سين يلا تعالوا نشوف تمرين اخر بقول لي في التمرين اللي بعده تشوز the correct answer يعني هنا في مزيج بين الاشياء تعالوا شوف شو القص when a person wears wears يرتدي clothes that are up to date واحد كل ما بنزل موضة جديدة up to date بروح بشترح الملابس اذا هضا الستايل تاو هضا الاسلوب بين اللبس then that the person is هضا الشخص تعالوا شوف مع بعض هل هو smart دكي شو دخل الذكاء في الموضة لا هل هو تريندي عصري شان عصري يعني ماشي عالموضة بقول له طبعا من كلمة تريند تريندي عصري رائج اوه هزا ما بحب الموضة اذا هون بحكي عن الموضة والفاشن يا جماعة الخير طيب هل هو شخص فورمل رسمي يعني بحبش المزح ومن تعون الرسميات لا اذا هضا الشخص عصري بتنزل بلوزي بتنزل قطعة بروح بشتريها بالبسة يعني شغل لبسه وكذا وإلى آخر طيب تعالوا عالتاني شو معنى تشيريتي شب لو المتجر اه حلو تشيريتي شب هنا المتجر يا جماعة الخير طب هذو المتجر هل هو بني آدم هل هو جماد شب هو جماد شب متجر خيو غني بالزمنات كانت هذو المتجر للجمعيات الخيري اه متجر خيري تشيريتي معناها خيري ويبيع اشياء يتم التبرع فيها طبعا هاي الاشياء التي يتم التبرع فيها جماعة الخير يبتدينا هون على البلد وإحنا بنشتليها عساس انها موركات ومتبرع فيها بر ايو احدان انها كفير طيب تعال شوف لي بالله وير وير ضمير وصل يعود على المكان اللي ما بعرف هي للمكان وهو هو ضمير الى آخره فلما نيجي على الثانية يا جماعة الخير ما بحكي عن مكان لان هم يراحوا على المتجر على هذا المحل اللي ببيع اذا هذا الجماد وليس مكان طب اصد ما هو المكان اللي ببيع لا هم راحوا على المتجر اللي انا قاعد بعطيه وصف هذا الاشي بيسموه وصف يعني انا بوصف فيه اه يعني انس مش مكان انا بحكي عن المحل نفسه استاذ يعني انا بخربط بين لما تقول لي عمان جماد وعمان مكان يعني اجي قل لك عمان اذا بيطي عمان جميل اه اذا هزا جماد عمان مبنيها شوارعها الاردن الصلط القرق الطفيلة هزا جماد بس اقول لك عمان والله انا 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 اذا هذا المكان يعني انا هنا قاعد بركنا هاي الكلمة فانا رح اختار ضمير وصل اسمه ذات اللي هو بزبط للجمال اللي بزبط لإيه للجمال الذات في انجليزي معروفة بتزبط لها اكتر من شيء بس هنا بدنا اياها للجماد وبتختارها بشكل عام طب استاذ هاي القواعد من وين هاي مش قواعد هاي اساسيات هاي ذكرتك يلا اللي بعدها هاي من العرفة والله اخدناها احضرنا الفيديو تاعها وصلنا مبدئين والله انك لازم تجاوبها صح تعالوا نشوف بعد ما يخلص الجامعة نادر ايه هذا نادر هون منشنوا منشنوا نادر يا جماعة الخيار نادر بعد ما خلص طبعا نادر مخلص الجامعة ما ما جسر رياضيات ما شاء الله عليه قطاع بالريضيات استاذ نادر استاذ الرضيات حبيب يا جماعة الخيار ايوه بلشان فيه بلش يا جماعة الخير كل ما بشوف الانجليز وبطلع استاذ نادر بعيد بعيد اي اشي بعطيه اين جي نادر اين جي كبير كبير زات مخرب الامور على الاخر طيب نادر قرر نادر مقرر بعد ما يخلص منكو او الجامعة يسافر اه يا نادر بدي فيه غدرة طب هذا اشي بلان مخطط له هو عامل مخطط فما راح استخدم صحي جماعة الخير ما راح استخدم راح نستخدم قاعدة اللي هي اخدناها قاعدة ياريت تكون احضرتوها واستفدتوا منها طيب مفرد اكيد مش راح اقول له ام اذا بتحكي ام بس حابة الانجليز من الاردن يعني مشكلة هات اه وانتو بتعرفوا انه بعد هاي تو شو لازم يجي فيرب 1 هاي الفرب 1 اذا سيسافر حول العالم اه مسافر نادر الله يصل امرك يا نادر وان شاء الله تنبسط وتجيب لنا معك اشياء زاكية من حول العالم يلا لبعد بقول لك عكس اه اه اهيوج ضخم ضخم انت بالمنطق اشي ضخم شو راح يحاكسه صغير اشي كبير ضخم صغير اه انت عنده وراك كلمة صغير كبير لا عديم الوزن لا تمام شو معنىها ضئيل ضئيل الحجم ياس بقول له هاي الاجابة عكس ضخم ضئيل تمام كويس تعالوا علي بعدها من المهم جدا للرفقاء اللي في المدرسة في الجامعة في الشغل بغض النظر معناها الرفقاء وقض رقائي جماعة الخير طيب عشان يتكون شغلك صح مع الزملاء لازم represent ان تمثل امثل ايش كومينيكيت التواصل تتواصل مع زملائك ليد اللي هو القيادة تمام هسا هون انا عشان من المهم فور كوليكز للناس اللي معاي في الجوب في الشغل في الوظيفة عشان يتكون الوظيفة يا جماعة الخير افشنتلي اكثر كفاءة وذو كفاءة عالية اكيد مش رح اقول له في represent امثل انا امثل شو بتنفي تمثيلك للشرك اوليد قيادة الوظيفة شو بدي في قيادة الوظيفة انا بهمني انت مع الكوليد كوم يونيكيت شو معنا كومينيكيت التواصل تتواصل مرحبا كيفك ابعتلي الايميل هاتي الايميل ودي الايميل كذا معلش يا الله انا بساعدك انت ساعدني بيصير شغل جماعي يا السلام سكرينشوتاتك يحلينا التمرين بطريقة لطيفة جدا وفهمنا شو القصة والامور ممتازة جدا طيب نيجو علي بعد سكرينشوتاتك اوكي هذا التمرين سهل هو يعني ازا ما تقوله حطي لك هيك اكيد في المتحام مش راح يجيب لك زي هيك ولكن لازم نتعرف هاي الشغلات بقول لك في هاي الرسمي في انه خمس كلمات صفات وفي يعني في خمس صفات وخمس افعال طيب استاذ احنا نقعد نطلع من الرسمي مش نطلع من الرسمي تعالوا انا ياكو نجرب مع بعض يا جماعة الخير نطلع مجموعة من الصفات مثلا انا ممكن استخرج كلمة اسمه سمارت يلا اكتبها عندك سمارت انا بهمني تعرف انه سمارت ذكي بس انا بهمني يعني بتحفظش الرسمي سمارت شو معنا سمارت يا استاذ ذكي ممكن نطلع كلمة ثانية اسمه انثوسياستيك هاي جديدة عليك كلمة انثوسياستيك ان ثو تمام هاي الكلمات كلها انثوسيا تمام هاي ماشي معاها بنفس الكلمات هاي الكلمة بعرفش دعونكم درستوها لا انثوسياستيك معناها متحمس كيف لما يقولك يلا متحمسين وحماس وكده يلا هي خلصنا الاولى خلصنا التانية تعالي نظف ندور على صفة تانية يا جماعة الخير ايش من انما الصفات استاذ احنا ممكن نطلعها اه نستخدم لون اخر انه كلمة زي سكلفل بعرفش دعونكم سمعته في كلمة اسمه سكلفل يلا سكلفل من سكل مهارة سكلفل سكلفل اذا شفتوها سكلفل اللي هو ايش مهاري مهاري يا جماعة الخير طيب وندور على كلمة اخرى ضلعنا كلمتين تقريبا وين الكلمة الثانية احنا ممكن نطلع له كلمة اسمها جينيروس وين كلمة جينيروس يا جماعة الخير ندور على كلمة جينيروس يلا مع بعض نيجي نختار لون اخر اي عندنا هنا جي عندنا جي وين في عندنا كمان صفات يعني هو اكيد مش راح اجيب لك في المتحان زي هيك ولكن يعني احنا هو جينيروس شعني جينيروس يا جماعة الخير جينيروس معناها كريم جي نيروس كريم بري جينيروس شخص كريم جدا وفي ضلعنا كمان صفة طبعا هسه بس خلص الصفات منطلع الافعال تمام وعندنا صفة اخرى اللي هي كلمة بسموها سوتابل شعني سوتابل ايش الالوان اللي استخدمناها يقول لها ضلعنا اللون الاخضر يلا تعالوا عكلمة سوتابل شعني سوتابل لما اقول لك سوتابل اه مثلا خلني حكي اه كار والله سيارة ناسبتني اه صفتها انهاء ناسبتني مناسبة مناسبة يلا كلمة سوتابل نيجي مع بعض ناخد كلمة سوتابل تمام هاي عندك اس يو اي تاي بي ال اي سوتابل شو معنا سوتابل يعني مناسب هادو شيء شو معله مناسب هسه انا بقيت كل هاي المهمعة اللي اشتغلتها احنا هيك طلعنا صفات شو طلعنا صفات يلا سمارت ذكي انتويسيستيك متحمس سكيلفول مهاري جينيرس كريم وستبل مناسب لازم نعرف هاي الصفات اوكي هاي الصفات وين موجودة اكيد بلقيها بالقطع بالتمانين رح يسأل عنها الاستاذ بشكل عام يلا تعالوا ندور انا اياكم على افعال يلا نشيل هاي الرسم اللي هيك هيك نشيلها بس ما ينشالش كل اشي بالله عليكم نشوف هيك اه لا هاي مشكلة الشاشة هاي لازم احنا نحدد اللي بدنا يا طبقات زي هيك ونقول له مع السلامة يا سلام يلا هسا لما اقول لك فعل يلعب يركض يشرب كده تعالوا ندورها افعال اول فعل رح تلاقيه مباشرة هون كلمة اسمه download وكلكم بتعرفوا وهنا ما تروح تنزل فيديو رح تنزلي كلمة هون شو اسمها يلا download download وشو عرفك انها فعلي يا استاذ بقدر اصرفها من download لdownloaded downloaded ان هنا كلمة earn يلا ما بعض نيجي نكتب كلمة earn شو معناها earn يا استاذ معناها يكسب earn طبعا هون download معناها تنزيل تنزيل وare معناها كسب ان تكسب شيء معين طيب شو فيه انه كمان افعال احنا نستخرجها احنا زي كلمة communicate حلوة هاي الكلمة communicate طبعا الكلمة دائما يا جمعة خير اللي عنده مشكلة بالقراءة دائما اكتبها بالعربي كثير هاي طريقة حلوة اه اذا انت عندك مشكلة بالقراءة كثير دائما بلاقي الطلاب بيشتكم الموضوع القراءة فو رح نيجي نقول له كلمة communicate communicate uni مش هيك الشاشة هبلة الشاشة لا ساعة يا جماعة الخيار طيب يلا مش مشكلة بنرجع نحددها كمان مرة يلا هاي هاي هيك ونيجي نطلع هون شو بقول له communicate التواصل communicate communicate شو معنا communicate التواصل حلو هيك ومرة اكويسة انه هون كمان كلمات يا جماعة زي كلمة راب راب اذا شفتوها ها هون كلمة راب معناها يطوق وممكن هون يعني يطوق الشي راب ممكن يطوق رابنك سامون على ما اعتقد فيه سياقنا اخر ممكن يجي معناها سرقة يعني حسب الكونتكس السياق وعن كلمة اسمها واندر شو الكلمة انه واندر شو معنا واندر يعني يا جماعة الخير واندر معناها يتعجب شو معناها يتعجب هاي اخر فعل معنا هو واندر شو معنا واندر يتعجب يعني هذا تمرين حلو طلعنا منه verbs افعال لو بدأ اصرفهم بالانجليزي ناؤلود earned communicated wrapped wondered نقدر نصرفهم اول وتاني فدغري منعرف انهم شو معهم افعال بشكل عام اذا هيك الامور كويسي نشطب هاي زي هيك يلا اخذ الاسكرينشوتاتك هيك طلعنا الافعال والصفات اللي بدنا اياها هذا اشي مش صعب على الطالب ولكن هاي كلمات تتعلق في المد يه كويسي هسا هيك بشكل عام امورنا كويسي ممتازة هالقطعة شرحناها من قبل والامور جدا ممتازة خلولي هاي التمرين بدي اياكوا قبل من روح القطعة يا جماعة الخير اتروحوا لي على كلمات موجودة اخر الدسية طبعا هون اخر الدسية لماذا اريدوا ان انجح من اجل ان احقق احلامي من هم الاشخاص الملهمين لك ويستدنوا لك عن نجاح اكيد السيد محمد محسان وناس تانيين يعني انتم فهمين كيف اكتب عبارة تساعدك على تغلب والتكاسل والتراخي مثلا اكتب لا حول ولا قوة اللي بالله بدنا منك وعد الدراسة اليومية وما نقصروا دراسة المادي وترفعوا راسي بعلاماتك وقدامي الجميع ايوة واسم الطالب هون بتوقعلي وبتحط الوعد وبتزبطلي الامور ايوة وهي الشعار تاعنا والامور حلوة طيب بهاي الوحدة زي ما تقولوا في عنا خمس كلمات انجليز انجليزية موجودة اه لما اقول لك بدي انا بيرسون يلا اكتب عندك شخص تمام هو بايز قودز يقوم بعملية شراء القودز البضائع شراء البضائع اها او خدمات هاض الشخص اللي بشتر الخدمات والبضائع بسموه كاستيمر اللي هو بسموها زبون الزبون الزبائن زبون يعني زبون عندك اها كويس اللي بعدها طبعا هيتو تعتبر نام اللي زبون يعني هاضا اسم يلا اللي بعدها كومبليتلي نيو ايش جديد جديد بشكل كامل اه جديد جديد يو ويختلف عن اي شي اخر يعني هاضا الاشي جديد هي مفتاحة كلمة اشي جديد وما كان موجود قبل هيك اذا احنا هون بنحكي اوريجينال اوريجينال معناها الاصل او اصلي اصلي يعني مش تقليد يعني كلهم تقليد الا انا مثلا اصلي مثلا 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 فهيتعتبر adjective شمان انا عد جي اكتب صفر كمام جود حلو تعالوا علي بعدها هو شيء من اجل البيع ايش اللي احنا عملناه عشان نبيعه عملتلك السوارة خاتم كده بدك يتبيعه هاضا بسموه product شو انا product معناها منتج هاي اللي كان يقوله اصداد اشرحنا المعاني هاينا بنشرحه اذا هذا اسم عشان رحنا لكم ايام هسا في امتحاء المدرسة بقولك اكتب المعنى هاينا ترجمنا قالك استخرج الكلمة موجودة بالقطع وكذلك the act of serving people يلا خدمة الناس انت لو ما تقول انا بخدم في الناس وممكن هاي الخدمة تكون for money من اجل المال خدمة الناس من اجل المال اذا انت بتقدم service شو معنا service خدمة شو معنا service خدمة وهي تعتبر في عالم الاشتقاق noun شو عني noun اسم الخدمات خدمة خدمات اللي بعدها having useful features اهه and qualities يعني هو نوعية هاضا الشيء features خصائص هاضا الشيء تمام خصائص هاضا الشيء good خصائص دقيقيا نضبطها يلا خصائص هاضا الشيء يعني بشكله بشكله بشكل عام of a particular type of person or thing فانت راح تقول لي typical typical كصفة خصائص هاضا الشيء typical شو عني typical ممكن يجي معناها عادي ممكن يجي معناها مثالي والله هاضا المنتج عادي والله هاضا المنتج مثالي حسب يعني الاستخدام لما اقول لك typical product يعني هاضا المنتج مثالي لإلي وصفته انه مثالي يعني هاي الخصائص تأيته المعتادة بالنسبة لي انا مبسوط فيها وامورها كويسة بشكل عام يلا خذ سكرين شوتات للمعاني الموجودة بالوحدة الاولى يعني في هاضا الفيديو هيك احنا انجزنا المطلوب مننا كمعاني كاملاء فراغ يلا في الفيديو اللي بعده بدنا ننتقل لفقرات ونشوف شو التمارين ممكن نشتغل عليها يعني هاضا الفيديو راح اسميه حل اسئلة الكتاب الفيديو اللي بعده راح اسميه قطعة زائد حل اسئلة الكتاب المهم يعني ما نطلع من هاي الوحدة بسرعة عشان نفوت على الوحدة الثانية عشان امتحنات اشرح لي الاول يعطيكم الف عافية طلابي في نهاية الفيديو بالله عليك اكتب لي تعليق جميل هيك عشان انا اه المحتوى تاعة اكون مبسوط جدا انه طلابي فاخمين جاه شبه حسام موجودين وبدي منكم سبسكرايب وتنشروا القناة للطلاب استاذ محمد بشرحنا المادة مجانا عم نص دراستك وعاليوتيوب ابدا تمام يعطيكم العافية والى اللقاء اشتركوا في القناة